بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعزائنا المتابعين اهلا بيكم في كل وقت وكل مكان يارب تكونوا دائما في افضل حال النهاردة هنتكلم عن الدوري صعدنا دور الابطال طبعا دور الابطال زي ما احنا عارفين دوري صعب دوري مش سهل تعالوا نشوف حصل ايه في اول جولة ونستعرض اهم الهجمات اشتركوا في القناة الجولة الاولى زي ما احنا شايفين الخريطة كلها بيبقى التشكيل كله تاون 14 ماكس تمام المواجهات بتبقى دايما بين الكلانات كلها شبه متكافأة بمعنى ان الغلطة اللي انت بتغلطها ممكن تكلفك الحرب الغلطة لوحدة مهما كانت صغيرة او النجمة لوحدة ممكن تكلفك الحرب كلها تمام وزي ما احنا شايفين حتى ده اخر واحد في الخريطة شايفين اللي في الكام وشايفين ارضه عاملة ازاي او القرية عاملة ازاي طيب قبل ما نبدأ الجولة وقبل ما نشوف حصل ايه تعالوا نشوف كده الترتيب الاولي او الترتيب المبدئي قبل بداية الحرب واعتقد ان هو بنسبة كبيرة يكاد يكون معتمد على الدفاعات طبعا يعني بداية غير مباشرة احنا كنا في المركز الاخير اللي ابا مقيمانا ان احنا المركز الاخير من ضمن الكلانات المشاركة تمام تعالوا نشوف الجولة الاولى خلصت بايه انتهت الجولة اتنين وتلاتين تلاتين كلان مجيستيك فلوك يمكن زي ما احنا شايفين الخريطة احنا مسحنا تلات هجمات وانا غلط يمكن الهجمة الوحيدة اللي فشلتك الهجمة بتاعتي وهم عشان كده عقبون يا هيشلونين من التشكيل بعد كده لكن على الرغم من كده الحمد لله ربنا شاء ان الخصم فيه عنده هجمة اللعب بتاعها ما هجمش خالص وهجمة مدون ولا نجمة فده العدل الموضوع وده اللي سوا الكفة وقدرنا ان احنا نفوز اتنين وتلاتين تلاتين طيب انا كان عندنا تلات هجمات مسح داشر هجمة نجمتين وهجمة نجمة واحدة الهجمة الفشلة بتاعة العبدالله الخصم كان عنده خمس هجمات مسح سبع هجمات نجمتين لكن للأسف ضايع الكلام ده كله عشان فيه عنده هجمة ضاعت ما اتهجمتش تمام وهجمة من غير ولا نجمة النت فيها فصل نتيجة لكده زي ما احنا شايفين ربنا كرمنا بالفوز اتنين وتلاتين تلاتين دي كانت اول هجمة نمر احداشر عندنا الجهري هجم على رقم اتنين زي ما احنا شايفين المخطط ماكس وكل حاجة استراتيجية الكهرابي نزل كهرابي الكترو مع اتنين بالون عشان لو فيه الغام او فخاخ بالتالي يقدر ينظف الجوانب بحيث ان الجيش كله للداخل نزل صف البالون بحيث لو فيه الغام او فخ ونزل وراء الكهرابي ومع الامر بقية الملوك بيبقى عينهم لغاية الاخر على اساس يبدأ يتحكم في الهجمة او سرها بعد كده مع الاشتباك طبعا مع الانفرنو مع السنجل ومع الدفاع الجوي فعل طاقة الامر بالتزامن مع نزول الالة الطيارة اللي هي رايحة للتاون تمام وعشان تقدر توصل للتاون هنزل تجميد على المنجانيك بس لسه مفتحتش الغاية دلوقتي الالة هيبقى فيها عندي هنا بالون على اساس ان هي تدمر مبنى التاون بالفعل تم تدمير مبنى التاون كده احنا ستة واربعين سبعة واربعين خلاص داخلين على خمسين تسعة واربعين نجمة خمسين نجمتين الجيش عندي لازال مكمل زي ما احنا شايفين بس ما عادش فيه تجميد للأسف فلما الجيش هيشتبك مع الانفيرنو والدفاع الجو اللي فاضلين في الآخر اعتقد انه مش هيقدر يتجاوزهم بسهولة في عندك الناس مع المنجانيك اللي في النص طبعا المنجانيك بصحيته كاملة اعتقد التنين ده هيموت والتنين اللي مع الانفيرنو كلهم ماتوا فاضي الامر اعتقد هيموت هو كمان فاضل تنين واحد في اليمين بدأ ينزل الملوك في الشمال الملك وورا الملكة ويأخر نزول البطل الملكية شوية بحيث ان يضمن انها تروح لقلب المخطط للمنجانيك نفسه الملكة عندي اوه شغال لغاية الوقت لسه ما فعلتش الطاقة بتاعت اي منهم بعد ما نضفت بطريقة معينة الوضع بقى عندي هنا مهيأ نزول البطل الملكية للأسف طبعا الهياكل بدأت تشتتها المنجانيك مش رحمها بس لغاية الوقت لسه ما حتكتش ان انا فعلها فعلت طاقة الملك الملكة هفعلها قبل ما تموت مباشرة عشان استفيد باكبر قدر من الصحة قدر استفيد بيه الملكة هبدأ افعلها دلوقتي وهدخل على المنجانيك الملكة عندي لازال موجود فعلته بس لازال موجود بصحته الملكة لسه ما حتكتش ان انا فعلها تمام البطل الملكية قضت على المنجانيك فاضل عندي برج الارشر اللي في الاخر وما حتكتش ان انا افعل الطاقة الخاصة بالملكة ودي كده كانت نموذج لهجمة البالون والتنين الكهرابي تاون اربعتاشر وطبعا زي ما احنا شايفين الملوك الماكس فرقوا كتير في اخر الهجمة وهم اللي خلصوا الهجمة مسح تعالوا نشوف مع بعض هجمة تانية ودي هجمة رقم خمسة عندنا زلزال على رقم تلاتة دي كانت باستراتيجية التنين العادي والبالون وراكب التنين هبدأ في الاول ان انا هنزل بيبقى فيه عندي الجوبلن الخارق على اساس ان هو يشيل بعض مباني الموارد اللي في الاول تمام فيساعدني في التنظيف وهبدأ بعد كده ان انا ابدأ انزل الجيش بتاعي بالفعل ادارت يشيل كم مستخرج من اللي موجود ومفجر الصور فتحت فتحة عندي هنا هتساعد بعد كافة دخولي الملوك نزلت الملك في اليمين وورا الملكة بعد ما الجوز اللي في اليمين تنظف كده الملوك مضطرين ان هم يدخل القلب المخطط للمدفعية تحديدا وطبعا وكان فينا دفع جوي هحاول التخلص منه وبقى كده سهلت المأمورية على التنين وعلى الجيش بتاع طبعا الملك دخل الملك هاي رايحة وراها هتدخل هي كمان فعلت طاقة الملك بدأت ان انا انزل البالونة عندي عشان لو فيه خاخ التنين وراه وهبدأ انزل وراهم الامر والراكب التنين تمام الجيش عندي اهم كمل طبعا الالة عندي هنا اللي بتروح للتاون مع زادت اضطراجة الاشتباك هبدأ افعل طاقة الامر بحيث الالة لغاية ما توصل للتاون تكون في حماية الامر وفيديها حفاظ لغاية ما توصل للتاون مع الاستنساخ قدرت ان انا ادمر مبنى التاون كده يبقى انا بتكلم تقريبا في نجمتين خمسين في المية هو تم القضاء على المدفعية عندي لسه البالون ناتج من الاستنساخ وفيه تنين في اليمين خالص فيه عندي تنين او في قلب المخطط وفيه عندي راكب تنين فوق والامر موجود وراه نزلت تجميد على الملكة والمنجانيق وده كده خلصت كل التعويزات اللي عندي ودلوقتي يعتبر جيش التنين الناري او التنين العادي ومع راكب التنين تعتبر الاستراتيجية رقم واحد فتاون 14 بس اهم حاجة انك تنظف الجوانب جيدا وهنا طبعا لو ادارت تساعده منك تتخلص من بعض الدفاعات الجوية ولا سيام المدفعية تبقى سهلت عليهم جامد عندي اول جيش لازال مكمل فيه عندي راكب تنين فوق مع الامر ومع البومة الكهربائية وفيه عندي هنا تنين تحت الملكة رايحة لهم بس اعتقد الملكة صحتها قليلة هقدروا يتغلبوا على الملكة كده كل اللي فاضل للمنجانيق لو ادارت تتخلص من المنجانيق كده خلاص تبقى الهجمة خلاصت مسح بالفعل تم التخلص من المنجانيق فاضل عندي مباني الموارد اللي هو المخازن المستخرجات وفيه عندي سكنات وورا كلها مباني عادية خلاص ما عادش فيه اي دفاعات وبتنتيه الهجمة مسح تقفيل تلات نجوم بنسبة مية في المية وغير كده كمان ميزة الاستراتيجية الخاصة بالراكب التنين والتنين العادي الوقت انك دايما الوقت مش بيسرقك انت ممكن تخلص الهجمة وتلاقي فاضل عندك دقيقة فاضل خمسين ثانية بتلاقي دايما فيه فاضل عندك وقت فقط عكس طبعا هجمة البالون واللافا للأسف انك بتحتاج كمان معها الملكة المشية فدايما بتلاقي عندك الوقت احيانا مش بيسافك تعالي نشوف كده الهجمة التالتة معنا كانت هجمة مين هجمة التالتة معنا كانت هجمة تمانية الجوكر على رقم تمانية عند الخصم زي ما احنا شايفين طبعا المخطط قوي يعني الجزء كبير من الدفاعات ماكس مش كلها بس في جزء كبير منها التاون برة وهو هيجم برضو باستراتيجية التنين تمام بس مش مش مع راكب التنين وما يعتبرش فيه بالون 11 تنين تمام وفيه الجوبلن الخارج في الاول استخدمه عشان يحاول ان هو ينضف شوية قليل للدفاعات ونزل جولم سالجي قبل الملوك عشان يستفيز بالتجنيد اللي هيحصل به وبالفعل بدأ يستفيد به اهو خلاص هيموت هيبدأ يجمد الدفاعات اللي موجودة في المنطقة وعشان نضف بدأت الملوك تندفع القلب المخطط وبكده قدر يخلص من الدفاع جوي وفيه الكترو بينضف في الناحية التانية فكده يضمن ان الجيش ينطلق الى قلب المخطط تنزل تنين فقط من غير بالون خالص وراء طبعا الامر ومع البومة الكهربائية بدأ ينزل عندي هنا غضب تمام هيبدأ اعتقد ينزل استنساخ عشان يبدأ عندي يقطر من الجيش ووصل مع الاشتباك مع الدفاع الجوي ومع نزول الالة الجوية بدأ يفعل طاقة الامر عشان يحتفظ بالجيش كله ويحاول يحتفظ بها لغاية تما توصل للتاون لغاية دلوقتي لسه ما نزلش الاستنساخ نزل واحد عندي هنا عند التاون اهو لانزل اكتر من واحد عند التاون بحيث ان كمية البالون رهيبة زي ما احنا شايفين طبعا مع الغضب تم تدمير كل حاجة في المربع ده تجمد الانفيرنو البالون قضى عليه فاضل عندي اتنين دفاع جوي وفيه منجانيق تمام طبعا الدعم كاللافا من الدعم اللي بيتعب جدا التنين بالفعل قضى على التنين وراح لبقية الجيش انا لسه عند البطا الملكية هي موجودة ولسه فيه عند ممكن استخدامهم للتنظيف فيه بيبي وفيه بيبي دراجون وفيه مينيون بدأ ينزل بيبي دراجون عشان يساعد في التنظيف ان الجيش يبدأ يدخل شوال جوه تمام فيه عند تنين جوه هيقدر يشيل حاجات المبنى القبيلة ومبنى القنابل وعند هنا الجيش هولا زالم كامل اللي فاضل منه اتنين تنين عادي واحد كهرابي معهم بيبي دراجون وفيه الامر لازال مكمل طبعا البطا الملكية شغالة وفعالها كده يعتبر الدفاع اللي فاضل هو المانجانيك لو قدر يدمره يبقى كده مسحب منتها السهولة البطا الملكية بتحاول معاه هتصمد هتصمد صمدت لأ صمدت التنين هو اللي مات هي صمدت تنين ساعدها دخلت على برج السحر كده خلاص انتهت كل الدفاعات وانتهت الهجمة من الحاجات المهمة جدا توقيت نزول الملوك وامتى تفعل الطاقة الخاصة بتاعة الملك ومش بس التوقيت كوقت لأ والمكان اللي تنزله منه بحيث ان يحقق الهدف اللي مطلوب طيب تعال نشوف كده ترتيب الكلانات بعد انتهاء الجولة دي بقى ايه وايه اللي حصل فيه باقي المواجهات اللي كانت معنا في الجولة بقى المواجهات اللي كانت معنا في الجولة احنا كلان بروفيشنال زي فوزنا تنين وتلاتين تلاتين كلان فاميلي اتعادل تلاتة وتلاتين مع يوزي بي بس نسبة الضمار هي اللي حكمت اليوزي بي فيه كلان روسي كان بيلعب يوليري سلتاس خلص لصالح يوليري تلاتة وتلاتين ستة وعشرين وكان كلان كيكي اكسدوس خمسة وتلاتين وده يمكن اكتر عدد نجوم حصل في الجولة دي خمسة وتلاتين تلاتة وتلاتين لكلان ايجنارد او ايجنارد بالتالي زي ما احنا شايفين بتبقى نسبة النجوم كلها قريبة كلها حوالين التلاتين النجمة الوحدة بتفرق جامد اوي في دور الشامبينز سواء كانت ليك او عليك تعالي نشوف كده الترتيب النهائي دلوقتي بقى بعد اضافة المكافأة لعشر نجوم اضافية للكلانات الفائزة في مواجهات الجولة الاولى كلان كيكي في الصدارة خمسة واربعين يالي كلان ميوليري تلاتة واربعين وتساوى معه في نفس اعرض النقاط كلان يوزي بي تتة واربعين ايضا ثم كلان بروفيشنال اتنين واربعين زي ما احنا شايفين الفروقات صغيرة وده طبيعا لسه بعد الجولة الاولى وبعد كده الاربع اللي خسرهم في باقي الترتيب في النهاية اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وتكون هجماتنا حازت اعجابكم انتظرونا باذن الله في فيديو الجولة التانية وشكرا اشتركوا في القناة